أولاً كما تعرفوا هذه الاجتماعية للقيادة الاستراتيجية لتنزيل برش الحماية الاجتماعية وهذا الجنة كانت وضعت في إطار آلية الحاكمة لتنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية التي تشمع لجميع المواطنين هناك لجنة قيادة الاستراتيجية واللجنة التقنية وفي هذه الألية الحكام التي تضعتها ممكننا أن نقطع بعض الأشوات التي هي مهمة في تنزيل الشطر الأول في هذه الورش التي تعلق بالتغطية الصحية الإجبارية لا يمكنني أن نعطي تفاصيل المخرجات الاجتماعية وهو في الحقيقة كان هناك بيانة الرئاسة الحكومة ولكن نقول بصفة عامة بفضل التابعة الحكومة والجميع الفاعلين كما قلت لك الحمد لله أقتنا واحدة الأشوات الكبيرة في المرحلة الأولى الشطر الأول لتغطية الصحية الإجبارية فبعد التعميم العمار غير عزراء تم إدماج هذه الناس الذين كانوا يستفيدون من نظام المساعدة الطبية في الأجل المحددة حيث واحد دو جنبير تم إدماج ثلاثة أساس بعد المليون المؤمنين أخذينا أسارهم مدى والحقوق فتقريبا واحد من 9-16 مليون الناس الذين يستفيدون من نظام التغطية الصحية الإجبارية موسيقى هو اللي أخذينا بالنسبة للدمج لهذه الناس وهو الناس الذين كانت عندهم حقوقتهم في الرامد المفتوحة حتى الثلاثين دو جنبير في عام 2022 بما أن التغيير النظام والتحويل من نظام الرامد للنظام التغطية الصحية الإجبارية تم إدماج ثلاثة دو جنبير فجميع الناس الذين لديهم البطائق بطاقة الرامد لباقة الصلاحية في 30 نوانبير تم إدماج ثلاثة دو جنبير بصفة تلقائية في إطار هذا النظام الجديد الناس الأخرى الذين لا لديهم بطاقة انتهت الصلاحية لا يتم إدماج ثلاثة دو جنبير فهذا يتم إدماج ثلاثة دو جنبير لتغطية الصحية الإجبارية لتضامن ولكن هذه الفئة ثلاثة فاصلة سبعة مليون مؤمنين لديهم فهو الناس الذين كانوا لديهم حقوق مفتوحة في الرامد في تاريخ 30 نوانبير نحن توصلنا بخائمة المعطيات من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وعلى أساس هذه المعطيات تخدمنا لكي يتم إدماج ثلاثة الناس وكي يتم إدماج ثلاثة الخدمات لهم نحن نعرف هنا كنت تتكلم على التغطية الصحية التضامن ولكن التغطية الصحية العمر في المزارة فالقانون قانون يقول بأن صندوق الوطني الضمان الاجتماعي كان يسجل الناس استلقائيا باستعمال القوائم والمعطيات التي كانت توصل بها في هيئة الاتصال ما هي هيئة الاتصال؟ هذه هيئة الاتصال التي يحددها هو مرسوم عدة مراسم للصدرات تقريبا 21-27 مرسوم للصدرات ما بين دوجان بير 2021 تقريبا 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 يوليوزم تقريبا كل مرسوم يحدد من الاتصال يأخذنا فلاحين فهي أعطي الاتصال إلى وزارة الالحاء يأخذنا مثلا الناس التي تحديدها مع التقريبين فوزارة المكلفة هي أهية الاتصال تقريبا كيف يجب أن نعالج هذا نحن نصل بهذه المعطيات وماذا نصل بهذه الساعة كان يتم تشجيل تلقائياً للهواتف الناس الذين كانوا تصلوا بهم لكي يدخلوا البوابة لهم ويصرحوا بالأسرهم وفعلاً هذين يخلصوا المساهمة لهم هذه القضية القائمة للمعطيات ويجب أن يكون هناك سجل تلقى الفلاحين ويجب أن يتعلق نصف القانون ويجب أن يتعلق كذلك بفئة صنع التقليديين فالتحديد أو التحيين أو التحيين ويجب أن يأخذ الوقت ويجب أن يقولون أن هذه المنسات كما يسمح القانون ويجب أن يفرض علينا القانون سجلناهم ونحاولنا أن نتصلوا بهم لكي يجب أن يأخذون هذا النظام التغطية الصحية إذا كان شيء واحد يقول أنه صدرت في المعطيات القائمة عن طريق الخطأ وأنه لا يزوج المهنة ولكن عن طريق الخطأ يوقع كان هناك ساعة المسترى التي يجعلها ويجعلها أي التصل بالهيئة للإتصال المعنية بالأرض التي تحذفون من القوائم ويجب أن تصفتنا المعطيات الجديدة ويجب أن نحيدهم من القائمة من المسجدين عن نحن غير ما يريد أن نقول وهو أن عادة الناس الذين كانوا يزولون بعض المهنة على هما يزولونها ويجب أن يفعل المهنة الحراثة ويجب أن يفعلها ويجب أن يفعل الناس الذين كانوا في هذه الخطأ غير مهيكل حان الوقت في المغرب بأن جميع المهنة تكون مسجلة وتكون لديها تنظيم على الأقل في مستوى لمهيكل ويجب أن نسمح بها المسألة الثانية وهو أن هذا النظام للتغطية الصحية الإجبارية للعمل على الأزراء ويجب أن يفعلوا لأن الناس كانوا معرضون على الأخطار الصحية ويجب أن يفعلوا ويجب أن يفعلوا عملية جراحية وبعد ذلك كانت نسطول بعض الموضعيات وهو كاريتية فبفضل ويجب أن يفعلوا ويجب أن يفعلوا الآن لديهم نظام التغطية الصحية لكي تكفل بهم ونحن نقدم خدمات وهي في الحقيقة لديها قيمة مضافة كبيرة الآن نعطي جزء الأرقام إذا أخذنا العمال غير الأزراء رأينا نعالج تقريبا 4.700 ملف يوميا التعويض عن المرض بما فيه مثلا في الملفات التحمل وملفات التعويض عن الإنسان يذهب عن طريب يخلص ويشريده ونحن نعود إذا أخذنا نظام التضامن فالآن لدينا تقريبا 14.000 ملف يوميا الذي نعالجه الذي يأتينا من القطاع الخاص الذي يتعلق ويزيدون إلى 11.000 أو 15.000 ملف الذي يأتي من المستشفيات العمومية فأرى أن هناك خدمة وهذه الخدمة يبدل أن يبني على التعضد لأن المبدأ الرئيسي والمبدأ المهم في هذه الأنظمة الحماية الاجتماعية هي أنها مبنية على التعضد يعني إذا أنا أعطني الله صحة أو ما أريد كنت ساهم ولكن أخلص 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 هذا النظام أخلص هذا النظام أخلص على حساب القدرة والطاقة والمساهمة والمساهمة التي لديه أخلص ويزاوم هنا ويخلص ولكن النظام المتضمن للدولة بالنسبة للناس لديهم لديهم القدرة فعلا لديهم أخلص فالدولة تحمل المساهمة غيرا لا يمكن أن نظام الذي تحمل الدولة المساهمة لأن كل شخص يخلص على حسب المساهمة التعاوذ يمكن أن أن التعاوذ مخفيف بعد أن نحن لديهم الأمراض المزمنة والمكلفة فعلى المساهمة تقديم 70-90% في بعض الأحيان يريد أن يجري عملية أو يحفظ مرض سرطان أو يحفظ المساهمة أو لديهم أمراض المزمنة فعلى المساهمة كبير هذه تكلفة العلاج وعلى كانت في الصحافة أو المساهمة قبل كانت يخلص في 15000 أو 12000 أو 200 أو 200 يعني لا يمكن أن نقول أن التعويض هو التعويض الخافي مثلا يأخذنا بعض الملفات بعد الدواء 70% على حسب التعريفة المرجعية وهو التمن العمومي للدواء وهو التمن يمارس بالصيدريات بالنسبة القضية و الاستشارات عن العطيبة المراجعة التعريفة المرجعية الوطنية كانت مشاورات بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والعطيبة والفاعلين في القطاع الصحة غير ما نريد أن نفكر أن لا بد التوازن المالي بهذه الأنظمة يكون هاجس عنها ولا بد يكون ديما نرد لأن أخطر شيئا وهو أن هذه الأنظمة لا تكون لدي القدرة أن تعود الناس إذن التوازن المالي بهذه الأنظمة مهمة لا نقول أن التعريفة المرجعية لا تريد أن نعود بهذه الأنظمة ولكن يجب أن نقوم بالدراسة اللازمة بصفة دقيقة على التوازن المالي بهذه الأنظمة تغطية صحية هذه الأسئلة هي مختلفة أساسها أولا مسألة هي الرقم لا مسألة الرقم نحن من محاولة مهمة هي الرقم لا لا نعطي فكرة على الأرقام تقريبا هذه الميزانية أو الاستثمار التي نقوم في الأنظمة المعلومات أو في الرقمنا ستضعف تقريبا 19-13 مرات خلال 4-5 سنوات هذه المبلغة التي نستمر في صندوق الوطن المجتمع خلال سنوات الماضية سنويا ستتمر في صندوق تقريبا واحد من 19-13 مرات هذه المبلغة لأن هذا الرقم ليس غير موضة أو موضة لا هي تمكننا أن تخفض التكلفة بصفة مهمة ثانيا هذا الرقم تعطي خدمة جودة أكبر للمؤمنين وكذلك المنخارطين لشركات التي تصبح بعملها ثالثا هذا الرقم تعطينا كذلك عدد المعطيات التي يمكننا استعمالها لكي الإدارة أو البيلوتاج التي تخبرنا هذه الأنظمة بصفة فعالة لأن واحد من التحديات الكبيرة التي تجعلها الأنظمة الإجتماعية وخصوصا الأنظمة التغطية الصحية وهو كيف يمكننا أن نتحكم في المصارف العلاج على مدى المتوسط ومدى البعيد والاستثمار هذه المعطيات التي تمكننا الرقم من أن توضع الرقم إشارة لنا هو استثمار مهم من أجل حكوم هذه المصارف رقمنا من محاول استراتيجية فيما يقص القضية التغطية الصحية المصارف ونحن نعمل أولا لنظام المصارف المصارف الآن نعمل من أكتوبر 2022 من أشهر المصارف هذا البرنامج المعلومات يمكن أن نعمل الوصف الوصف الإلكتروني يعني الإنسان لا يحتاج أن يكون لديه ورقة يعني أن جميع التغطية الصحية يكون لا مادي يكون نعمل هذا المشروع هذا نتمنى الله أن في 18 شهر ثلاثة سنوات أن نعمل على جميع أو على الأقل نسبة كبيرة للمواردين الخدمات الصحية أطباء سيادة مختبرات مسحة وهذا سيعطي قيمة موظفة كبيرة للمؤمنين والنظام لكن تذكر على قادة الملف الطبي المريض وهذا كان رقم هذه مسألة كيف تعمل عليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حتى في هذه المسألة نرى إشارة الوزارة يمكننا أن الجهود متضافرة بناتنا على أساس أن هذا الورش أو الملف الطبي أن يخرج للوجود فنرى الإشارة لكي نعطي جميع الوسائل لكي نخدموا معهم في هذا الإطار المحاربة الاجتماعي في نظارة يطلب ثلاثة أو أربعة لحوش أولا يطلب وسائل قانونية والوسائل القانونية ستكون موجودة ونعمل ونعمل على مشاريع هذه القوامين أعتقد انشاء الله في المستقبل أن حاربوا بصفة أكثر فعالة هذا التهرب من الصريح العمال المسألة التي تطلبها هذه المحاربة هذه المحاربة هذه الاجتماعي وهو مادية وبشرية فحنا مثلا في الجهاز المراقبة والتفتيش بلا ما نذهب على الجهاز التحصيل تهوه كان عدنا تقريبا 140 مفتيشين والمراقبين وعندما نأخذ هذا العدد 140 مفتيش ومراقب الذي سنقرنه مع العدد الشركات التي تصرح عن تقريبا 130 ألف شركة فكيبال لنا أن هذا العدد قليل العام فايت وضفنا 100 مراقب ومفتيش جديد هذا العام فايت وضفنا 100 مراقب لأن العدد من 149 إلى 149 والهدف هو أن نصل إلى سنتين لعدد 150 مفتيش ومراقب وكذلك أعادنا النظر في المساطير التفتيش والمراقبة لكي تكون أكثر نجاعتا فأخذنا 2019 لأننا قبل سنة الكوفيد فأخذنا أن نقوم بـ 1.700 مهمة مراقبة ومفتيش في السنة هذا العام سنصل بأدف مهمة المراقبة ومفتيش يعني أننا دعمنا لجهات التفتيش ونكتف من عمليات المراقبة ومفتيش الحاجة الثالثة التي نستعملها وهو أن تبادل معطيات مع جهات أخرى مع المديرية العملي الضرائب مع المديرية الجماريك مع وزارة أخرى على أساس أننا يتم استهداف هذه العمليات المراقبة وتفتيش تكون أكثر استهداف باستعمال هذه الموطيات مثلا كنا نرى التصاريح التي يقوم بها الشركات عند المدير العملي الضرائب وقد قاموا هذه التصاريح إذا كانت القاومة مثلا نسبة الفارق كبير كنا نعرف بأنهم يريدون أن تقوم بعمل المراقبة وتفتيش فاستعمال المعطيات هو شيء مهم في المجال المراقبة وتفتيش لأنه يمكننا بالنفس الموارد البشرية والمالدية أن تكون لدينا مضاعفة هذه هي ثلاثة المحاول المهمة أولا الوسائل القانونية الوسائل البشرية واللوجستية وكذلك استعمال المعطيات من أجل استهداف يكون هو أكثر أولا نحن الآن مكلفين بالتدبير النظام فقط الشغل الذي يتعلق بالعمال والأجراء فإذا أخذنا هذا النظام كانوا يمكنهم بعض الاختلالات يعني أن فعلا كان بعض الشروط التي تجعل أن لا يوجد استفادة كبيرة من هذا النظام وكانت بعض الأراء أو بعض المناحدات ومقترحات التي كانت الدرسات في مجلس الإداري صندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعني المنظور الكبير التي تعود عن فقدان شغل كما تعرفون فالقانون الإطار أجاب أحد الدولة الزمنية التي تقول لك 2021-2022 تغطية صحية 2023-2024 كانت تعودة العائلية و2025 كانت فقدان شغل وقضية التقال فنجعلوا كل شيء نقطع ونجعلوا أن الرؤية توضح أكثر وخصوصا توضح من طرف مسؤولين الحكوميين ومن الناس الخصومي نحن كهيئة مدبرة نساهم بالآراء والاقتراحات ونحن نرى الإشارة للحكومة والإدارة لكي نشارك في هذه المرشة أولاً نحن ملاحظة هذه أرقام لا تكذب الفرنساء يجب أن تكون تتو قبل أن كنت في صندوق وطاني في المالية أشارك في المنصق لجنة التقنية التي تقوم بعمل على تصلاح أنظمة التقاعد ونذكر في ذلك وقتاً وأن نظام المعاشات المدنية والسلامة كان يصل إلى واحدة كبيرة خلال بعض السنوات كانوا يشككو ويقول ما ما كانوا الآن وصلنا إلى نظام المعاشات المدنية هو نظام الآن يعيش نظام الصندوق الوطني الضمان المعاشات وصل لعجز التقنية ف كان أعرف كذلك أن النظام الضمان المنح المعاشات المدنية التقاعد التهوى من ناحية التقنية لديه اختلالات ف الإصلاح هو إصلاح ضروري لا يوجد أحد يقول أن الإصلاح ليس ضروري وأن نكمل أكبر أنا واحد الضمان ما هم الحلول هذه من ناحية التقنية لم يكن عشرين ألف ونبدأ نسلم بعض شيء وهو الحمد لله لأن نعيش أكثر وهذا لا يمكن أن نكون مسرورين بعض هذه وضعية كذلك الناس يدخلوا المجال العمل متأخر لأن يقرأ أكثر ولكن ما هو النتجة؟ النتجة هو أن المدة التي يساهم فيها تكون أقل تتقلص ومدة التي يستفيد منها ومدة الحقوق هي أطول وهذا يجب أن نعلجه لا يمكن أن يتعج المسألة الثانية هو أن الهرم الديمغرافي المغرب هو الهرم الذي تبدل في أسرة المغربية يكون أربعة أو خمسة أطفال ومدى الأسرة المغربية لديهم أكثر من أطفال لا يمكن أن نأخذها بهذه المواطنة الديمغرافي لأن نرى ما هي الحلول التي نقترحها في الإصلاح والتقاون لا نريد أن نتطلق الآن ما هي المطرحات ولكن لا تتعرف كيفية وزارة المالية هذه اللجنة تعمل وهما إن شاء الله حتى يكون حتى تصورا أنا قلت تصورا ولكن نجعل اللجنة تعمل وهذا الملف رقابتها بوزارة تصورا المالية لا لديه أطفال مالي ولكن واحد الناحية أخرى الذي نرى وهو أن هناك عدد الذين يخرجوا بلما يكون لديهم عدد النقاط والأيام التي تسمح لهم وضعية غير سريمة نربطها بشكل أخر لماذا نربطها بعد أن تصرح إلى العمال لأن الذي كان نخدمه عدد 3,240 وهو كعدد أيام بالنسبة الحياة المهنية للإنسان لأن 3,240 تشكلت قريبا 1-10 سنين 12 عام في المصار المهني يجب أن يعملون أكثر من هذا ما هو الحل ؟ أولا المحاربة تصريح بالعمال والذكرة التي تذكرنا المهمة الثانية وهو ما سيكون تعميم للتقاعد على جميع العمال وعلى الأزراء وعلى جميع المواطنين يعني أن إنسان لم يكن النظام للأزراء سيذهب إلى نظام آخر وسيستفيد تنسيق الأنظمة من جميع الأنظمة وهذا السوي أو حد 3,240 لم يكن لدي أحد معناك هو الإصلاح التي تخفض من العتبع 3,240 وكان لابد أن يجب حكومة استجابة ل بعض مطالب الفرقاء الاجتماعيين وطالب العدد الذين لم يكن يستفيدون المعاشات لديه آثار ماليو ولكن كان لازم استثمارات كما تعرف بالنسبة للنظام العام للضمان الاجتماعي والنظام المعاشات ف جميع الاحتياطات هي تضع على شكل ودائع في صندوق الإداء وتدبير هذا نطلب أن تغيير هذا المقتدر القانوني الذي يجبرنا أن جميع الاحتياطات تكون مدعا في صندوق الإداء وتدبير هناك أفكار ونفتح الآن هناك مشاورات مع صندوق الإداء وتدبير مع وزارة المالية كذلك حتى في المجلس الإداري هذه النقطة تم تتطرق لها وكان بعض الأفكار يتمنى على الله أن هذه ممكن توجد الطريق لها أخذ العشور المقبلة إن شاء الله هناك مهمة وهو إنخيارات هذا الورش المالكي للتغطية الاجتماعية للحماية الاجتماعية وفاتشة الأول للتغطية والصحية الإجبارية فهدارة صالحة الجميع الواطنين كما أقول لك إنسان لا يتعرف بحق التغطية حتى يمر وقال أصبح في المشكلة مكسبة كبير لتحقيقه كما قلت بفضل الاتفاة صاحب جرال لكن كل الناس انخارطوا أكثر في هذا الورش هذا وبنسبة خصوصا في عدية العمال غير الأجراء فنحن ندعوهم أنهم انخارطوا وأنهم يعديوا المساهمات لكي يجعل حقوق مفتوحة وكي يستفيدوا فعليا من خدمات التغطية الصحية متنسوش تقابونا وفلاشي ليوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد أيام 24 عيونكم التي لا تنام